نتابع في موضوعنا داخليا فإن هذا الموضوع الليبي لم يمر دون إثارة خلاف بين القوى السياسية فرئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتح بشاغة رفض توقيع أي اتفاقات لها علاقة بالغاز من جانب حكومة دبيبة وذلك في بيان رسمي ووصف بشاغة لاتفاقية المزمع توقيعها بالغامضة وبأنها تزيد من حصة الشريك الأجنبي على حساب حصة الشريك الوطني كما أكد عزمه اللجوء إلى القضاء لإبطال هذه الاتفاقية واليوم أعلن سلامة لغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصاديا انسحابه من حكومة دبيبة بسبب حالة الانقسام وعدم تعبير الحكومة عن كل الليبيين من جهته اعتبر وزير النفط والغاز بحكومة دبيبة محمد عون الاتفاقية تفريطا في ثروة الدولة الليبية علما أنه غاب عن مراسم التوقيع وزارة النفط في حكومة دبيبة لم تستسغ بالمرة توقيع هذه الاتفاقية من طرف المؤسسة الوطنية للنفط لتخرج بيانا مفصلا بخصوص الموضوع الوزارة اعتبرت أن هذه الاتفاقية تمت بطريقة مخالفة تماما للتشريعات القانونية كما اعتبرت أن انفراد مؤسسة النفط بقرار إبرام الاتفاقيات يفتح المجال للشركاء الآخرين لاتخاذ إجراءات مشابهة دون اتباع الإجراءات والتشريعات المنصوص عليها في القانون الليبي المزيد مع مونير الأشهب جدل قانوني حول أحقية المؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الوحدة الوطنية في توقيع اتفاقية نفطية مع شركة إني الإيطالية للنفط والغاز فبعد تصريحات رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتح باشاغة حول عدم شرعية حكومة دبيبة واعتراضه على الزيارة وتوقيع الاتفاقية أهو وزير النفط والغاز بحكومة دبيبة محمد عون يفتح النار على رئيس حكومته ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن اقدارة ويقول أن الاتفاقية غير قانونية وأن المؤسسة الوطنية للنفط غير مخولة بتوقيع الاتفاقيات والتفاهم مع الشركات دون الرجوع إلى الوزارة وهي المخولة بتحديد نسبة الشريك الأجنبي والمساءلة أمام الجهات الرقبية والتشريعية